السلام عليكم خاوتي أخوتيتي ومرحبا بكم جديد في قناتكم أخبار بلادي اليوم خاوتي يوم حافل مليء بالأخبار الهامة للغاية عدنا أحد أكبر المعارض هم يسموه معارض خاوتي ولكن في الحقيقة هو الجسوس وخائن يظل يسمى الجزائريين ونظام الجزائري هذا هي شام عبودة لتعتبر الجزائر إرهابي اختفى فجأة من مكان إقامته في إسبانيا الآن المروق اختنمت هذه الفرصة وهذه قناة شوف تيفي اختنمت هذه الفرصة باش تنشر الفوضى وسط الجزائر تقول بلي آه شوفوا النظام الجزائري راح أخفى معارض يلا معارضين نضعوا ديروا احتجاجات الآن الكثير من التساؤلات حول سبب غيابه وفي هذا الفيديو أخوتيتي جبتكم الرسمي واجبتكم الإجابة حول هذا الموضوع كيف راح تشوف معي في هذا الفيديو راح فتعكم الإجابة هل للجزائر علاقة في اختفائه وللنظام الجزائري؟ هتعرفوا أخوتي في هذا الفيديو أيضا في الأخبار إيطاليا الان راهي بتربح العيب للجزائر طردت معلم جزائري لأنه تضامن مع فلسطين أيضا انتصار تاريخي آخر للشعب الصحراوي يعني هذه صفعة أخرى فبعد أن قامت محكمة العدل الأوروبية بصفع المروق ورفض استيراد المنتجات المغربية المسروقة من الصحراء ها هي صفعة أخرى ونتحدث لكم عليها وما الذي حدث أنا في الأخبار وزراء المروق أنا مراحلين لإسرائيل أيضا في الأخبار وثيقة مسربة الآن من طرفي هاكرز ولا من طرفي قراصينا تظهر تفاصيل دقيقة وخطيرة جدا للموعد الذي يمعون إسرائيل تهجم فيها ما اسمهم ذلك مراكز النفط ولا محطات النفط التأيران كما قلت لكم بخابتي إذا حدث هذا الأمر الجزائر ستستفيد كثيرا لكن بأي ثمن مزيت عدنا المزيد من المواضع إفريقيا تطالب الآن باسترجاع كل المسروقة التي أخذت من القارة من كل الدول الأوروبية من بينهم الجزائر أيضا هذه خوتي ومزيت عدنا الكثير من الأخبار المهمة الأخرى اللي نحنشاركوها معكم ما اللي لازم تبقا معنا حتى الآخر وكم عارفين خوتي وش نحتاجه منكم حلالكين نديروا هالفيديوهات الاشتراك فقط الله يحفظكم خوتي على برية لكم كل يوم تدعمونا كل يوم تسمعونا يقولكم ما يشتركوا وانتم ما لكم تظلوا مشتركين مننا نشكركم من أعماقي قلبي وراني نشوف بزيف تعليقات وراني نشوف هذوك اللي كونتون اللي يظلوا يتعاود وهذا كله أصحابي خلاص أنا يعرفها اللي يحب ندير له منكم دي دي كاس يقول لي إخوتي في تعليقات ولغرادلت له دي دي كاس وراه دير قناة ولا يقول لي مصحابي القدمة اللي كومتين القدم اللي نضلنا نقام هنا المهم يلا للتفاصيل روحوا ديراك للخبر الأول هذا الخبر كما قلت لكم خطير للغاية فجأة هذه قناة تشوف تيفي تحاوس دي المشاكل في الجزائر لك تخيل هذه قناة مروقية تعاولوا على المعارضين الحركة لزعزعة استقرار الجزائر وصحاتي رائم عاولة عليهم عاولة علاج أسمه أمير دي زاد يعني أمير دي زاد ما بينش بليرها مخلص من المروق لكنه حتما يحاول زعزعة استقرار الجزائر ما خلالي نشر أكاذيبه وتسريب فيديوهات لأشخاص اللي علاقة لهم بالموضوع يعني يلحق حتى الممثلين وذكره في التيك توك يحاوس على الناس يكبسونه عندك أيضا زيتوت اللي يسرق دراهم أمير دي زاد ومحبش يردهم له يعني دراهمه على الأدسنس إماجيني وش جاب أمير دي زاد من اليوتيوب قاعد يكرم في يد زيتوت ولا العائلة تاع زيتوت محبوش يمدوها لأمير دي زاد دراهم كبيرة لأمير دي زاد غضب من زيتوت قالوا يسرق رجال دراهمي يعني رام بيناتهم متكالبين وزيد عندك ثاني هده هي شام عبود اللي دايما نبرهنوكم باللي ينشر الأخبار الكاذبة تقريبا كل الأخبار اللي نشرها حول الجزائر كانت كاذبة مفبركة كل من حاوس على الحقيقة نقبها يعني السيد ربما خاطيه تكنولوجي الخبر اللي يشوفه أمنه من قدروا نتحقه منه من الانترنت لكن هذا المخلوق خاطي اللي كان يخدم في المخابرات الجزائرية فجأة اختفى في اسبانيا واتهمت ديريكت راحت للجزائر زي ما بيشي غضبوا المعارضين الجزائرين يقولهم آه راكمتوما ادلونا تقييد على حرية التعبير راكمت تبعثونا المرتزقة بتاعكم يدونا مش عارف ولكن دكتو عارفوا الحقيقة لأنه هذا الشخص موش بريء شوفوا قال لك اختفاء المعارض الجزائري هشام عبود في ظروف غامضة وهاتفي هي رل منذ اختفائه قبل يومين هل فعلتها المخابرات تاع الكابرانيت؟ هذه صحافة المغزن زي ما يتقصد بها مخابرات تاع الجزائر ومعطولها صحة مخابرة الكابرانيت زي ما لي أنه نظام تاع الجزائري نظام عسكري وكأنه ما عنده نظام مدني وما عنده نظام السوء من العسكري عنده نظام ملكي يجيب الكيان الصهيوني ويطرد المواطنين المغربة باش يسكن فيها اليهود أخويا أطني نظام الكابرانيت ولا تأطني نظام لحس الرجليين وعاش الماليك هروح نقول لكم الحقيقة وين اختفى هذه شمعة بدون راح أوجه أخينا رمزي ملكي يوضحنا الأمر كلنا السلام عليكم رقصة العيون الخاين وعميل الزريبة والصهاينة في قبضة الأمن الإسباني يعني الآن هو رأى في قبضة الأمن الإسباني منذ يوم الخامس بعد مغادرته الأراضي الفرنسية متوجه إلى إسبانيا ألقي عليه القبض من طرف السلطات الأمنية الإسبانية بموجب حكم قضائي دولية اللعب كبير يا عمي قبل زيارة سانشيز إلى الجزائر يعني ربما إسبانيا الآن رأي معاولة قد مهدية للجزائر من أجل التقرب إلى الجزائر صراحة أخوة هذا احتمال وارد للغاية أما تفاصيل إلقاء القبض عليه هو السبب تعلقاء القبض عليه فمنش عارفين هل ارتكب يعني جنحة جناية هناك سرقة ما نش عارف وش كان يدير في إسبانيا الله أعلم لكن من المعلوم الآن أنه بما أنه الآن عند إسبانيا فإسبانيا قبضت عليه ويمكن ترده للجزائر لكن القضية تختلف على قضية الدركي الجزائري المنشق هذاك اللي حكموه لأنه ذلك الدرك الجزائري لهرب الكوبتر إلى إسبانيا ما كانت عنده كوارط يعني كان لاجئ فقط أما هذا هشام عبوت وأظن أنه عنده الجنسية الفرنسية وبالتالي ربما الحكومة الفرنسية ستدافع عليه وسيصعب إرجاعه إلى الجزائر لكن أخوتي الأمر المؤكد الآن هو في قبضة الأمن الإسباني يعني السيد رف السيلون الإسبانية وفرنسا لم تتحرك من أجله يعني ما هذا حاجة فيه إذن احتمالية إرجاعه للجزائر احتمالية كبيرة للغاية إذا رجعوه للجزائر خاوتي فستكون ضربة مرعبة لكامل لرمي سبب في الجزائر مثل زيطوت وأمير لزاد تمرشاكم في هذا الموضوع خاوتي كلنا نراكم في التعليقات بخصوص إسبانيا رحوا لإيطاليا وإيطاليا رأي بدأت تربح لعب للجزائر لأنها قامت بطرد معلم ذلك المعلم مجدر خاوتي كان ينتقد في نيتنياهو وسياسته للإبادة الجماعية نحكم هذا الخبر من قناة الأورا سوف نترجموه لأنه مرحبا نشوفه شوي طويل قالك سحبت الحكومة الإيطالية الجنسية من مواطن جزائر إيماجيني وعنده الجنسية سحبتها منه وهذا المواطن الجزائري يدعى السيف سيف الدين بسبب انتقاده للإبادة الجماعية في غزة ودافعت عنه النائبة البرلمانية ستيفانيا أسكاري مؤكدة أن السيف لم يرتكب أي جريمة ويقيم في إيطاليا منذ عشر سنوات تحت حماية الدولة إذا ذو حسب بل يعمل كأستاذ في إيطاليا حيث تعرض السيف للطرد من عمله كمعلم وتفتيش منزله واحتجازه مؤقتا في مركز الترحيل قبل الإفراج عنه بضغط شعبي يعني الشعب كان غاضب الانتقادة التي وجهها كانت ضد سياسة نيتنياهو مقتل سبعتاشن ألف طفل شايف الإختصار أنا ما قلوهاش بسهالي انتقد قتل سبعتاشن ألف طفلا لا ذنب لهم يعني استشهادهم وكي كانت الدافع لها البرلمانية قلتهم ملف سيف الدين نظيف ولا أحكام مدنية ولا جنائية صدرت في حقه ولديه الحق في التعبير عن أرائه تماما كأي مواطن أو مواطنة في إطار ما يكفي له ويحدده الدستور الإيطالي أيضا خاتي في نفس الوقت جورجي ميلوري رايز احفان على أهلي أن كيان الصهيوني قصف لها الشركات التحى يعني دراهام هارم في اللعب نهالي ولا الأمر يتعلق بالدراهام ولا تكره الكيان الصهيوني طالبت حتى من الدول الأوروبية وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة بصعان هالي يخرج جزائري ويبكي على أطفال فلسطين اللي رام يموتوا هنا ينحولوا جنسية ديركت مع خموشقع ويرجعوها للجزائر تم رشاكم أخوتي في هذا الموضوع في الخبر الآخر انتصال آخر عظيم وتاريخي للشعب الصحراوي كما قلنا لكم بعد الصفحة الأولى من الاتحاد الأوروبي هاي جيتهم الصفحة الثانية قال لك الأمم المتحدة حول قضية الصحراء الغربية تقول أن المسألة الآن تتعلق بإنهاء الاستعمار واللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالمسائل السياسية خاصة متصفية الاستعمار تتبنى قرار بدون تصويت حول قضية الصحراء الغربية تحت البوند المتعلقة بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة يعني بين قوصينا هذك الاقتراح تعد المستورة كان مرفوضا من طرف الأمم المتحدة بتقولوا يا بدي كيف تحاوز تقسم بلاد نورما مراهما استقلة وأمرت باستقلال الصحراء الغربية كما لكم أخوتي قراراتها الأمم المتحدة لسيت كل دول تسمحها تقوموا شاركوا في هذا الموضوع كلنا نراكم في التعليقات وبخصوص المراركة أسمعوا الوزراء تعد التعليم العالم والبحث العلمي يعني هذا المنهج اللي نقرر بها أطفال المروق السمعوا وشح يدير بنسبة لإسرائيل أنا قد نمشي أسبوعين هذه ولكن أجل قد نمشي من بعد نوفمبر عندنا علاقات طيبة وعندنا علاقات هاي رجائب حبوا الناس لتقتل الأطفال هذا علاق عبداللاطيف ميرغوي وزير التعليم العالم والبحث العلمي والابتكار في المروق بالخصوص في البحث العلمي وفي الحركية وفي الحركة قصدوحة عندنا كذلك مغاربة من في إسرائيل لأساتد الباحثين من تراز العالمي وليس غير في إسرائيل لكن في دول أخرى خلصنا نستفدو من بعضياتنا كما لكم تشوفوا خوتي أيضا حبيت ندير رو مارك واحدة بارك بخصوص الصحفة المروقية رغم أنه مرحبش بزيف صحيفة هذه هيسبرس إلى أنها خاطئة وصراحة تخلينا نتفرجوا الفيديوهات التي حمدينوا رياكسيون على قاعدة الفيديوهات التي تصدرها من هذا المنظور فقط راني حاب نشكر هذه الجديدة على هيسبرس ولكن هذا راني تكشفنا في المفضائح تعال مروق كل يوم في الخبر الآخر وهذا الخبر خطير للغاية كشف وثيقة الآن تظهر الموعد التي ستستخدم إسرائيل لضرب أحطات النفط الإيرانية الأمر التي كانت خايفة منه كل من السعودية والإمارات أيضا جزائر لا تريد هذا الأمر ولكن في نفس الوقت سيقوم بالرفع من أسعار النفط أسعار النفط راح ترتفع كما قلتكم ربما حتى 300 أو 400 بالمئة يعني إذا كانت اليوم راح تدير 75 دولار للبرميل راح تدير 300 دولار للبرميل وهذا الوثائق خاطئ يعني بس شوفوا هنا بس شوفوا هنا بس شوفوا هنا بس نترجم لكم هاكر يحصل على هذه الوثائق هذه الوثائق خوتي مهمة للغاية بس شوف نشرح لكم مشاهد قول شوفوا قال لك عاجل وغير عادي طوارئ وصدمة في البنتاجون البنتاجون خوتي هي زي ما كما نقول مقار القيادة الأمريكية قال لك هاكر يعني قرصان يعتقد أنهم من إيران اقتحموا حواسيب حساسة في الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وحصلوا على كامل خطة واشنطن وتل أبيب لاستهداف إيران يعني لذلك خلاص الخطة تأسرائيل لاستهداف إيران راه هنا في هذه الوثائق وإذا حبيتوا نعرف الخطة مع بعض خوتي أرواحوا ندوا هذا الصور لأنها كومبليكي شوي ونشوفوا كيف راح ترجمهم منا جي بي تي هنا خلطيكي لك هذه الصورة راه توضحنا تقرير استخباراتي من وكالة National Geo Special Intelligence Agency الخاصة بإسرائيل يعني مخابرات إسرائيلية يتحدث عن استعدادات عسكرية إسرائيلية في السادسة عشر من أكتوبر 2014 تضمنت الآتي الذخائر والأسلحة يعني مدى التجهيز على الذخائر والأسلحة الإسرائيلية بشكل سرية الدفاع الجوي والتجهيز على القوات البرية والبحرية والقوات الخاصة وقالك زعم الملاحظة لا توجد مؤشرات على تحضير لضربات نووي يعني إسرائيل مش معاولة تضرب النووي والنشاط يشير إلى تحضير لضربة محتملة على إيران مع عمليات طائرات بدون طيار ومراقبة سرية صراحة خاطئة الأمر كان غابي كي قامت هذا الهاكر الإيراني بإفشاء هذا الأمر نحن ممكن يخليها نروح ويوجد إسرائيل ولا إيران توجد هذا الهجوب الآن ربما إسرائيل ستقوم بتغيير خطتها سأرى الحكاية مع هذه الوثيقة الثانية المسربة وشوفوا شها يتقول خاوتي هذا الوثيقة را يتقول الصورة تحتوي على تقرير استخباراتي حالي السرية حول استمرار تحضيرات القوات الجوية الإسرائيلية لضربات محتملة ضد إيران إضافة إلى تنفيذ تمرين عسكري واسع النطاق بين 15-16 أكتوبر 2014 فيما يلي أبرز النقاط تحضير الهجوم يعني قلك تتعامل مع السوريخ الباليستية التي تطلق جوا هذه الثمانية أكتوبر لإيران ضربة إسرائيل استمرار العملية السرية للطائرات بدون طيار تدريبات العسكرية تنفيذ تمرين واسع لعانين الاستنتاج التقريري يشير إلى تصعيد وتحضير مكثف من إسرائيل لضربة محتملة على إيران إضافة إلى تدريبات تعزيز الجهزية يعني هذا التقرير كلها خوتي راي تورينا بللي إيران إسرائيل عمعه لتضرب إيران ورد قلنا حتى وين ترح تضربهم وكيفا رح تضربهم والأسلحة رح تستخدمها بش تضربهم بيها وشاكم خوتي فيما قام به هذا الهاكر بنشر هذه الصور هل ترون أنه كان يجب أن تقعد يعني مخفية قلت وثيقة خطيرة خوتي راح يتم استخدامه ضد الجزائر أيضا والله راح يتم ديجا استخدامه ضد الجزائر هذه الوثيقة هي الهجوم السبراني كما قلت لكم يعني الإسرائيل الآن راح يمدير العديد من الأسماوات بأسم الجزائريين وزع ما تنتقد استيجهد السنوار وقعب ستشوفوا قال لك هذا الصورة الآن تحتوي على تقرير عاجل يشير إلى تسريبات خطرة للوثائق سرية من وزارة الدفاع الأمريكية حجم التسريبات التسريب حدث خلال 72 ساعة الماضية تضمن معلومات جديدة الحساسية إذن يمكن أن نشيركم معكم قنوات التسريب تم نشر دفعة من المعلومات في قناة تضم أكثر من 7 ألف مشترك تسريب آخر نشير في قناة كبرى تضم 140 ألف مشترك وأكثر من 200 تفاعل مباشر يعني هنا يحكو على التسريبات هذه وين تم تسريبها وش حال من العادة تشافوها تم ورشاكم خوتي في هذا الموضوع قلوا نراكم في التعليقات كما راكم تشوفوا شاركنا معكم أبرز عنوين أخبار اليوم ما تنساش قلت لكم في الأول خوتي اشتركونا في القناة لا يحفظكم والناس اللي راها حب نديلهم دي دي كاوس ودايما نشوفهم نشيرتين في القناة يقولوا لي في التعليقات أنا أنا نقراهم وبإذن الله من نساكمش شكرا على مشاهدة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر